استدعاء أمين عمر الحكم الدولي للتحقيق بعد طبعاً يعني مطش مبارح ما بين الزمالك والمقاولين واحنا دايماً بنقول إن أخطاء التحكيم وردة أخطاء التحكيم وردة وكلنا بنقدمين وكلنا بنغلط لكن أخطاء التحكيم لما تكون متعمدة يبقى لازم يكون فيه عقاب ولازم يكون فيه عقاب معلن زي ما بنشوف في كل دول العالم اللي بتحترم بعض وبيحترموا الأندية وبيحترموا مسؤولي الأندية وبيحترموا الجمهور اللي قاعد في المدرج وقاعد بتفرج في التلفزيون إن لازم يبقى فيه شفافية بحي لجنة الحكام على استدعاء أمين عمر للتحقيق وبطالبهم إن لو فيه عقوبة إنها تكون معلمة عشان يكون مثل لأي حكم بيكون عنده أجندة خاصة بينفزها لأن تاني وقلت الكلام ده مبارح لما حكم يرفض تطبيق القانون لسبب ما بقى جوه قلبه ربنا واحده اللي يعلم هو رفض تطبيق القانون ليه يبقى لازم لازم يتحاسب ولازم يبقى فيه عقاب ولازم يبقى فيه عقوبة لأن ما حدث بالأمس في مباراة الزمالك والمأولين زي ما قلت لكم بارح بمثابة فضيحة للتحكيم المصري ولأمين عمر وشخصه طبعا لأن الرجل رفض تطبيق القانون أو رفض تنفيذ القانون الرجل قال لك أنا مش مقتنع بالقانون حاول إن هو يبرر لنفسه إنه ما يحسبش ضرب الجزاء اللي كان واخد نية من قبل الزهاب إلى تقنية الفيديو بأنه لن يحتسب ضربة الجزاء حتى لو ثابت عكس ذلك حتى لو شاف عكس كده كابتن محمد عادل يعني بيقوله إن الكرة ضرب الجزاء والراجل كبر جسمه بإيه الرد بتاعه لا ده ربع الكرة اللي دخل بس ما أنت كابتن أمين لو جاهل بالقانون فدي مصيبة أو بتتظاهر بإنك جاهل بالقانون فدي مصيبة أكبر ووالله الكلام ملوش لا علاقة لا بزمالك ولا أهلي أنتوا عارفين أنا الحكام بشيط بيها في الوقت اللي بيقدوا فيه أداء جيد لما يكون فيه تعمد لما يكون فيه تعمد بنحنا ننفذ أجندة خاصة ونتحكم في نتائج مباريات بشكل ما لا لازم ينفيه تحقيق ويتعرف أمين عمر عامل كده ليه وأنا قلت لحضراتكم من أكتر من سنة ونص بتاريخ ستة وعشرين إبريل السنة اللي فاتت الفين اتنين وعشرين طالبت لجنة الحكام بإن يكون فيه إعلان عن عن الحديث اللي بيحدث ما بين حكام الساحة وحكام الفي اي ار للمتابعين والمشاهدين عشان تحط الحكم في مسؤولياته وتحط حكم الفي اي ار في مسؤولياته يبقى عارف إن الحديث ده على الهوى لو أمين عمر أو كابتن أمين عمر كان عارف إن الحديث بتاعه مع الكابتة محمد عادل مبارح مزاع كل الناس سمعها كان هيعمل ألف حساب لكل كلمة خارجة من بقه وكان هيطبق القانون تعالوا شوفوا بتاريخ ستة وعشرين أربعة الفين اتنين وعشرين من سنة ونص أو أكتر أنا أنا طالبت بإيه أنا برضو عارف إن ده مش موجود في قانون الاتحاد الدولي لكن أنا نفسي نفسي إن إحنا نسمع الحديث اللي ما بين حكام الناس الحكام اللي عاديين في الغرفة بتاعة الـ VR بتاعة الفار يعني تقنية الفيديو وبين الحكم الساحة بتاع الملعب بيتقاله إيه إيه المشكلة إن كرة القدم تبقى زي اللي النفقل أو كرة القدم الأمريكية اللي أنت بتبقى سامع كل الديالوج والحديث اللي ما بين حكام الساحة وما بين الناس اللي حكام تقنية الفيديو والكلام والمناقشة اللي موجودة ما بينهم إيه السر يعني مش فاهم أنا شايف إن الكلام ده المفروض يبقى معلم ومن حق السادة المشاهدين والمتابعين ومسؤولي الأندية إن هو يعرفه إيه النقاش وإيه الحديث اللي بيدور ما بين الحكام بتاعة الفار وما بين حكام الساحة إيه المشكلة إن أنت يعني تسمح بالكلام ده ما تتخضوش ده أنا ده أنا من سنة ونص قلت وطلبت إن لازم الحديث ما بين حكام الساحة وحكام تقنية الفيديو يبقى معلن ويبقى مزاعة أو حتى لو مش مزاعة للهواب بسبب القوانين في فإنه لازم يبقى فيه فقرة تحكمية حتى لو في إحدى القنوات التلفزيونية والبرامج التلفزيونية روح خد الفقرة دي وجيب رئيس لجمة الحكام وخليه كل المواقف الجدلية إنه يناقشها على الهوى قدام الجمهور عشان يبقى فيه شفافية عشان لو فيه حكام عندهم نفس الأفكار أو بيفكروا بنفس الفكر أو بنفس الطريقة بتاعت الكابتن أمير أمين عمر يخدوا بلهم ويعملوا حسابهم ويعرفوا إن فيه حساب ويعرفوا إن ما فيه ش حاجة هتعملها وهتعدي من المسؤولين ولا من الجمهور هل الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده أنا بخترعه هل أنا بخترعه تعالوا شوفوا في إنجلترا هاورد ويب رئيس لجنة الحكام فاكينو الحكم يعني رجل كان رجل حالق شعره على طول ده بقى رئيس لجنة الحكام دلوقتي هاورد ويب أعتقد حكم ما تشاط قاله زمانك قبل كده تعالوا شوفوا الرجل ده رئيس لجنة الحكام في الإنجليش أو في الاتحاد الإنجليزي بعد كل أسبوع عنده فقرة ثابتة في التلفزيون مع مايكل أوين نجم طبعا ليفر بول السابق ونجم المنتخب الإنجليزي السابق بيستعرض فيها للجمهور على الملأ وعلى الهوى اللقطات التحكمية الجدالية اللي بيختارها البرنامج مش اللي رئيس لجنة الحكام بيختارها زي ما كلاتن بير كان بيضحك علينا لا اللي بيختارها البرنامج